يسأل جمعا من الأسئلة أولها عن عدد ركعات التراويح أهي ثمان ركعات أم عشرين ركعات وهل يجوز أن يصبي الوتب ثلاث ركعات متواصلة دون تشهد في الركعة الثانية أما عدد صلاة التراويح عدد ركعات التراويح فهذا لم يثبت فيه حد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حث أمته على الاجتهاد في شهر رمضان وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه ولم يحدد عددا من الركعات فيبقى الأمر مفتوحا أمام المسلم وصلي ما تيسر وكل ما أكثر من الصلاة فإنه أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى ولكن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب لما جمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب وتميم الداري فكان يصليان بالناس ثلاثا وعشرين ركعة عشرون ركعة تراويح وثلاث متر وكان هذا من عمل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وكذلك علي بن أبي طالب أمر الإمام أن يصلي تراويح عشرين ركعة فهذا عمل الصحابة لمحضر المهاجرين والأنصار وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهذا من سنة الخلفاء الراشدين عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ومن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إحدى عشرة أو ثلاث عشرة فله ذلك ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من يطيقها؟ لا يطيقها أكثر الناس ولا أقوى الناس قد كان صلى الله عليه وسلم يطيل قيام بحيث يقرأ في الركعة الواحدة كما ثبت في حديث حذيفة بن يمان سورة البقرة والنساء والعمران ثم يركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه ثم يسجد سجودا طويلا نحوا من ركوعه وكان يقف عند كل آية يسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب وكان يقرأ مترسلا مرتلا عليه الصلاة والسلام ومن يطيق مثل هذه الصلاة؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنه خفهوا الصلاة وزادوا في العدد وصلوا ثلاثا وعشرين ركعة لمسج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عملوا بالسعة ولله الحمد وأكثر من الركعات لأنهم يخففون الصلاة لم يكنوا يصلونها كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة التي ذكرناها لأن ذلك يشق على الناس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذل حاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لنفسه وكان يصلي مفريدا فيطول في صلاته أما إذا أما الناس عليه الصلاة والسلام إنه كان يراعي أحوال المأمومين حتى إنه إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما من يقولون إنه لا يجوز الزيادة على 11 أو 13 في رمضان فإنهم غالطون بل يتجوز الزيادة وقد زاد عمر وقد زاد أبي بن كعب وقد زاد تميم الداري وقد زاد علي بن أبي طالب وحصل هذا بمحظر المهاجرين والأنصار فلم ينكروه الأمر الواسع ولله الحمد